الأسماء ليس هناك خلاف على الأسماء الأسماء التي ظهرت في المجلس الرئاسي يعني أسماء وطنية لا شك فيها وهم يحبوا بلدهم عيدروس في الأخير هو شخص ضمن ثماني أشخاص وربما سيجر إلى الوطنية لأن القضية التي كان يناقشها ويتبنىها قضية غير التي دخل فيها اليوم وأصبح عضو في مجلس الرئاسة ويتكلم باسمها كان يتحدث عن قضية كان يتحدث عن دولة أخرى لا نرى الرئيس عيدروس ولا نرى الدولة اليوم اختلف الوضع اليوم عضو في مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية يعني اليمن بشكل برغواته الجغرافية المعروفة التاريخية وبحدوده واسمية فهو اختلف اختلف تطلعاته واختلف تمهامه أيضا يعني معناه أن مشروع الجنوب تبخر مشروع الجنوب التاريخ يعني الذي يرسل حقا على الجنوب سبع سنوات لهم لا يستعود لهم دولة تبخر في لحظة يعني باع الضغير يا أستاذ أحمد يا أستاذ أحمد قضية الجنوب للأسف قضية كانت للتسول وانا آسف أقول هذه الكلمة لكنها هذه الحقيقة إن أرادوا دولة مثلا هؤلاء اللي يتحدثوا عن دولة هم كانوا يحكموا عدا خمس سنوات منذ الفين وخمسة عشر إلى اليوم أو سبع سنوات كان بإمكانه يعلن البيان رقم واحد ويعلن الدولة التي يتحدث عنها لكنها تصور مثلا عفوة حتى لو طويت عليكم تصور شخص كان عاطل على العمل عاطل يعني لا لا يوفر قوت يومه تمام فأجاه في هذه السنوات وأصبح مليونيرا أصبح يمتلك العقار يمتلك القوات يمتلك الحراسات بالله عليك هذا يبحث عن دولة هذا يريد دولة الدولة تنظم وتقنن حصول الشخص على المال لكن هذا الشخص طبعا ما أتحدث عن شخص بعينه أتحدث عن مجموعة إصابات يحصل على عشرات أو مئات يعني مئات الآلاف من الدولارات بالشهر فهذا يريد دولة هذا لا يريد دولة هذا يريد أن ينهب ويريد أن تستمر لأن لو قامت الدولة ترجمة نانسي قنقر